مرجعنا لكم وبنكمل معاكم حلقة محتاجين نوف فيها عند بعض الأمور اللي البعض يعتقد زي ما قال لكم أسامة قبل الفاصل إن هو هيحاول يستنسخ فيها فكرة إن هو يرمي الضغط على النادي الأهل ولكن ده مش هيحصل لسبب لأن إنت لما بتقول حاجة بتتناسى مش بتنسى إن الأهلي خط أحمر أو إعلام النادي الأهلي عنده الردود اللي مش بس هتوضح إزاي أنت غلط لأ هتوضح كمان إن منطقك فيه كتير جداً من العوار لأن اللي بيته من إزاز ما ينفعش حد في الناس بالطوب صح ولا لأ بسان صح بس ده المثل ده قديم أهو 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 أكثر الزجاج يعني بالتأكيد وزي ما احنا قلنا يا فارس احنا هنا هنتعامل مع مقتضيات المرحلة هنتعامل مع المباراة البعض حاول يعني يعمل في تيل فتنة بين جماهيري النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي وضرب أمثلة فيها ردود كتير فارس احنا عندنا كمان قبلها فيما يخص الحضور الجماهيري دي النقطة الأولى اللي البعض استغلها عم فكرة الجمهور وحضور الجمهور واعتقد ما هي دي بقى اللي بقولك اللي بيته من إزاز عشان كده انت كان لازم تفتكر معايا أي مباراة في الفترات الأخيرة كنت بتسمع فيها جمهور كيف بتبع مباراة مين انت لو سألت الزمالكوية نفسهم هيقولك احنا بنحب نستمتع مباراة نادي الزمالك في الدور العام بصوت جمهير نادي الزمالك ولكن البعض بيتناسى زي ما قال فارس وبيروح لنقطة ان جمهير النادي الأهلي على رأسها ريشة طب لو جمهيري النادي على رأسها ريشة جمهير الزمالك هيكون على رأسها ايه؟ ده اللي حنشوفه لان انت لما تكتزق وتوقف عند لحظة ما او موقف ما وتبدأ تبني عليه معطيات موجودة في خيالك بس فاعتقد لازم تفوق وترجع للواقع خصوصا لما هتحاول تستغل موقف او تستغل مشهد عشان تبني كتير جدا من المغالطات اللي ما فهش ولا كلمة صحة تقريبا وتشوب بعين واحدة بس وصدقني مشكلتك انك طول الوقت بتشوب بعين واحدة اعتقد اي حد بتفرج علينا عارف احنا بنتكلم عن مين قبل ما نقول اسمه خالد الغندوق نطلع ونشوف الفيديو اللي تمت توجيه اتهمات غير منطقية فيه لجمهور النادي الاهلي لان النقطة دي كمان مليانة حاجات شائكة مليانة ناس بتخش باسامي الملاعب بتبقى بعض منهم مدعو للدخول البعض منهم والكثير منهم شتمين لعانين البعض منهم داخل يتنمر ويشتم المنافس ويشتم لعب بعينه ويشتم لعب مش عجبه فربنا بيعاقبه في النهاية يعني فكرة ان انت داخل مش عشان كمان انت ممنوع انت كجمهور ممنوع تخش طب بنعمل لك كمان حاجة كده في الخباسة وانت على راسك ريشة فبتخش تمام والنادي صاحب الارض بيدخلك تروح انت داخل بدل ما تشجع فرقتك تشتم الفرقة التانية وتقعد تشتم لعيبة من الفرقة التانية واحد يطلع خارج زعلان ابوه لسه ميت تقعد تشتم ابوه فيحط صورته دلوقتي على انستجرام وصورة ابوه وهو حزين على ان ابوه تشتم اللي مات يا اخي والله انا بتعجب يعني تخيل مين واقف بيكلمنا عن الشتامين وعن الاساءات وعن التجاوزات وان دا لا يا صح خلي الكلام يجي من حد تاني هل تعلم ان انت موسق ليك ان انت اكتر اعلامي يمكن انا عرفته على مر التاريخ او في اي مكان في العالم شاهد برنامجه وهو مقدم للبرنامج اتصال من مسؤول بيسيء فيه في العرض والزمم والتجاوزات الاخلاقية فحق كل الناس انت كاعلامي مسجل لك انك اكتر واحد كنت شاهد على دا وما كانش عندك من المبدأ ولا الاتصاق مع ذاتك ان انت تطلع تقول ان انا عرفه دا كون موجود في دا فاحنا فاهمين العملية بتمشي فمش انت اللي حتيجي تنظر على جمهور النادي الاهلي دا رقم واحد رقم اتنين بتحدثنا عن الاساءة وعن التجاوزات وعن كلام انت بتقر بيه وكأنه حدث واقع طب تعال نشوف تعال نشوف مين اللي مرة واثنين وتلاتة كان بيعمل كده بلا عقاب مين اللي دا اسلوبه ودا مفهومه لا قبل الصورة فالس في نقطة مهمة جدا دي صورة طبعا الكابتن عماد النحاس في مبارات المقولين العرب دي كانت في رمضان وجماهير نادي الزمالك كانت بالتوكيل للكابتن عماد النحاس السباب وكان رد عليهم الراجل قال لهم رد عليهم الراجل قال لهم رمضان كريم السورة اللي بعدها كانت للكابتن حلمي طولان احد ابناء نادي الزمالك المحترمين واللي بيلقى قبول واحترام لدى جماهير النادي الآلي كانت جماهير نادي الزمالك بتوجه ليه السباب ايضا توجه ليهم الكابتن حلمي طولان وكان فيه انفعال معهم وتم ايقاف الكابتن حلمي طولان لمباراة امورتين وكمان تم تغريم جماهير نادي الزمالك ده معناه ايه هو اتكلم خالد الغندور وقال جماهير النادي الاهلي على رأسها ريشة وبتدخل المباريات كده وبنسمح لك فكمان بتتجاوزوا في حق الناس الوحيد الوحيد اللي لما يقول حاجة غلط بيكمل عليها طول تاريخه ان هي غلط هات حاجة لخالد الغندور من 16 سنة قالها غلط هتلاقيه مصر ان هو يردد نفس الغلط 16 سنة موضوع ان الشكبالة والنادي الاهلي ما لعبش مباراة السلة لغاية لما يطلع شكبالة خارج الملعب اوك زوبا وطلعنا ردنا هنا ورئيس اتحاد السلة رد وكل الناس ردت ولكن خالد الغندور سيصر ان هو يستكمل ان مباراة السلة تم إلغاءة مش عشان ساعة ونص جماهير او منظم مباراة بيحاول يخرج جماهير الزمالك من الملعب مش عشان شكبالة لما وقف في الممر مع جماهير نادي الزمالك كانت الإساءات وصلة داخل الصالة مش عشان كل ده عشان النادي الاهلي كان رافض ان الشكبالة يكون موجود في المدرج ده النادي الاهلي بيتفائل بشكبالة في ملعب كرة القدم هيتشائم او هيزعل ان الشكبالة موجود في مدرج كرة السلة ده ايكونة الحظ عند النادي الاهلي وجود شكبالة ولكن هيفضل يردد نفس الأجذوبة فاكرين مباراة السلة عشان شيكبالا النقطة التانية لما جامهيري النادي الأهلي بتدخل وبتشتم انت بتجيب الشتيمة منين انت بتجيب لا بشوف فيديو على اليوتيوب ولا بشوف فيديو موجود على أي حاجة وطلعنا قولنا جماعة نتحدى مين عمل تنمر مع شيكبالا من جامهيري النادي الأهلي اه رضوه احنا موافقين مفيش لكن هيصر ان كان فيه تنمر ضد شيكبالا امتى؟ على مدار المستقبل جاي كله من الأول ما قالها لغاية ما ينهيها النقطة الأهم بيقول جامهيري النادي الأهلي بتشتم ومجلس إدارة هو اللي بيدخل جامهيري النادي الأهلي فالمفترض مجلس الإدارة يمنع جماهير النادي الأهلي تمام احنا هنا بنرفض الشتيمة أصلا لو هي موجودة وبنرفض أي خروج عن النص وده مبدأنا أساسي حتى مبدأ البرنامج نفسه تناول بلا تطاول لكن الجماهير دي ما اتمنعتش ليه اللي شتمت عماد النحاس حلمي طولان فلو انت شايف ان جامهيري النادي الأهلي على رأسها ريشة بالفعل على رأسها ريشة في البطولات في الإنجازات في اسم النادي الأهلي انت بقى شايف بعد ما عرضنا لك صور لجامهيري النادي الزمالك مع حلم طولان وعماد النحاس على رأسها ايه؟ هو ده السؤال اللي انت محتاج تجاوب عليه